اشتركوا في القناة بشجاعة وعزم للقاء جنود الدفع من أجل إقناعهم لإنقاط السكان في تاريخ 22 من تموز عام 1948 كلمات شكر مدينة قانا محفورة في لوحة نصبت للراهب لفرانسيسكاني رفع السطارة عنها مؤخرا على بعد أمطار من رعية اللاتين قام الأب ميكلة بتشيريلو قبل وفاتح بإملاء الكلمات وتوجيه النحات فنشانسو بيانكي لحفر اللوحة الفنية لسورة ليم بروني جاء من فرنتينو عام 1917 فوج فرانسيسكاني إلى الأراضي المقدسة وأصبح ليم بروني راهبا عام 1934 وكاهنا عام 1942 خدم ككاهن في الجيش ومن ثم عين كاهن لرعية قانا الجليل جاء هذا الحدث مباشر بعد تقسيم فلسطين بين العربي واليهود وفي غدون إعلان قيام دولة إسرائيل خلال توليه منصب كاهن في العسكرية عرف العديد من الضباط البريطانيين واليهود وأثناء غزوات الهاجنا وهي بداية لجيش الدفاع الإسرائيلي التي تريد أن تأخذ الأرض تمكن مع الكاهن الأرثوذكسي أنذاك الأب بروكوروس ورئيس البلدية وهو عربي مسيحي النزول إلى مدخل المدينة حاملين الرايا البيضاء عام 1948 كما علمنا القديس فرانسيس أن نكون سلميين هلعت عائلات مسيحية ومسلمة خائفة إلى الدير لتحتمي في كنيستنا لعدة أيام اليوم وفي عام 2011 أي بعد 63 عاماً أدركنا نحن سكان مدينة قان الجليل فضله ومحبته الكبيرة لسكان البيض نحن في 2011 وقد رأيته ومحبته الكبيرة لسكان البيضاء اشتركوا في القناة